عرفة هذا هو ركن الحج الذي يتوقف على فواته بطلان الحج يعني الآن الركن الأساسي في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ثم يأتي المبيد بمزرفة بعد ذلك لكن الركن الأساسي في الحج هو عرفة وفيه يسن أن يخرج الحاج من ميناء إلى عرفة بعد طروع الفجر ويرتفع عن بطن عرنة ليه؟ يعني الإنسان لما بد في ميناء أو اليوم ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة يذهب إلى هناك الأفضل أنه يأتي في وقت الظاهرة ثم إذا أذن الظهر يصل الظهر والعصر جمع تقديم ويرتفع عن بطن عرنة إحنا عندنا في وادي هناك عرنة وفي وادي نمرة هذا ليس من عرفات فيسن الأصل الإنسان هو لا يمكس في هذا الوادي وإنما يدخل عرفات لقول النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة أو عرنة على اختلاف في القراءة وعلى هذا إجماع الفقهاء في هذا الأمر ويسنى أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال وبعد أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة اللي موجود هناك طب هو الآن صعب أنه يصل في مسجد نمرة يصل في المخيم اللي هو قاعد فيه فالأفضل أنه يدخل عرفة وقت الظهر يصل الظهر والعصر ثم بعد ذلك يدخل عرفة ويدعو الله سبحانه وتعالى فيقف بعرفة مراعيا أحكامه وسننه وآدابه ويستمر إلى غروب الشمس ولا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس عند إذن أفاض من عرفة إلى مزدلفة ويتوجه في هذا اليوم إلى الله سبحانه وتعالى في وقوفه خاشعا ضارعا بالدعاء والذكر والقرآن والتلبية حتى يدفع من عرفة ويقول الدعاء المعروف لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء ثم لما يفيض من عرفات يذهب إلى مزدلفة في ليلة عيد العيد يعني خلاص إحنا يوم عرفة المغرب أزن خلاص بعد ذلك بينزل إلى مزدلفة